كيف وجدت استقبال المجتمع العلمي في المملكة لهذا الاكتشاف؟ هل عانيت مثلاً من لا مبالاة أو كان فيه ترحيل في البداية؟ حتى الجهات الحكومية، كيف تفعلت معك؟ طبعاً العلم أو المراصد القديمة الفلكية أو خصوصاً يتعلق بالفلك القديم هذا إلى الآن ليس له تخصصات في الجامعات فكان الأمر صعب أنك تكتشف أمر بهذا الحادث أو بهذا الشيء ويكون لك مرجعية علمية فكانت الدراسة تعتبر كلها اجتهاد شخصي بالبحث عن المراجع، بالاستفادة من قبرات الدكاتر طبعاً أكثرها من الخارج كانت الحقيقة لأن الفكرة كانت كبيرة وكانت أنك تكتشف أول مرصد فلكي يعني الآن يعتبر بهذه الآلية بالعالم ليس بالجزيرة العربية لوحدها هذا مرصد محدد النقاط، محدد الأهداف فكانت هذه الفكرة طبعاً يعني يوم بدأت الفكرة وكبرت الفكرة طبعاً هي كانت برعاية أو نقدر نقول يعني بتوجيهات من إمارة المنطقة هي اللي كانت خلف هذه الفكرة يعني الجهة الحكومية اللي تبنت المضوع مرت حي طيب الجامعات الجامعات الجمعيات الفلكية لا، الجهة الأثرية بل تشكر الإمارة على ذلك بس أقصد الجامعات ماذا فعلت؟ الجامعات يعني البعض قالوا أنه هذا للفلك والبعض يقولون أنه هذا للآثار وصرنا ما بين الفلك والآثار وطلبنا حنا بتكوين بين حانا وما نضاعة الحم حنا طلبنا بتكوين لجنة علمية كاملة متخصصة ما بين الفلك والآثار والجولوجيا وإلم التاريخ لأنه هذا يجمع عدة علوم الفلك صارت هناك يعني بيرقراطية نعم ما يعني أنا أقولها هي بيرقراطية أحيانا قد طبعا ما كانت على المستوى المطلوب لهذا الحديث طبعا لأنك أنت في أشياء لما يكون في شيء جديد تحتاج إلى يكون فيه رشاقة شوي وسرعة بس تعرف أحيانا الإتغازي قصيب يلا يرحمه أذكر لها مقالة سماها وحش أو هول البيرقراطية طبعا ورجل تقلب في مهاد الوزارات والهيئات الحكومية كثيرا